اكد عدد من اصحاب السعادة النواب المشاركين في برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية اهمية البرنامج في تطوير العمل التشريعي لما تناوله من موضوعات ومحاور مهمة تسهم في تطوير كفاءة المشاركين التطوير والتعليم المستمر نهج فاعل برهن عليه اعضاء مجلس النواب خلال مشاركتهم في برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية الذي قدمته اكاديمية محمد بن مبارك للدبلوماسية وذلك بهدف تطوير قدراتهم العلمية والمعرفية في المجال الدبلوماسي مما ينعكس بشكل ايجابي على رفع كفاءة المشاركين في تحقيق اهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين برنامج الدبلوماسي البرلماني يحتوي على عدة محاور منها العلاقات الخليجية العلاقات الدبلوماسية العربية والاسلامية وايضا الاوروبية والعلاقات مع الدول العظمى ايضا شمع البرنامج على القوى الناعمة وكيفية استخدام القوى الناعمة في الدبلوماسية البرلمانية وهذا جميعا يعزز الدبلوماسية الرسمية لان سعى صحاب سعى النوابي يمثلون الشعب في هذا الاطار كان تنوير مشرق بحضور كوكبة من السفراء الذين سعدنا جدا بحضورهم والتفاعل معهم والنقاش معهم ايضا لدرجة ان بعض الاحيان احنا نسينا الوقت معهم لهم منا جزيل الشكر نتمنى مثل هذه الدورات الاستمرارية لما لها من معنى حقيقي وفعال خصوصا الى نواب برلمانيين يمثلون السلطة التشريعية في مملكة البحرين دورها استفدنا منها بشكل كبير خصوصا من الجانب العملي وطبعا تسقل النواب ايضا خصوصا في اطار الدبلوماسية سواء كانت في التفاوض او في التحدث او في المهارات المفروضة تكون موجودة عند النواب في ادارة الشؤون الدبلوماسية البرلمانية والتي ستنعكس بشكل ايجابي على مملكة البحرين وعلى ايضا مجلس النواب اللي هو مجلس الشعب يمثل رأي الشعب البحرين بشكل عام تشرفنا بالمشاركة في برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية وكان برنامج ثري صراحة بالخبرات اللي اجتهد في نقلها لنا مجموعة من الشخصيات ذات العطاء الكبير في السلك الدبلوماسي بمملكة البحرين فنتقدم بالشكر لوزارة الخارجية بقيادة سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجي الموقر على تنظيم هاي البرنامج المميز وكذلك الشكر موصول للكوادر العاملة في اكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية اهتمام كبير واستفادة مثلى عبر عنها المشاركون في البرنامج والذين اكدوا اهمية ما تناوله من موضوعات ومحاور مهمة جدا تسهم في سقل المهارات العلمية والمعرفية بالشأن الدبلوماسي والتشريعي وذلك وفق اسس ومناهج معتبرة تبحث تفاصيل العمل الدبلوماسي وارتباطه بالمجال التشريعي والتمثيل البرلماني على المستوى الدولي طبعا سعدنا المشاركة في الدبلوماسي البرلمانية من تنظيم مجلس النواب وكاديمية محمد بن مبارك الدراسات الدبلوماسية امانة استفادنا فيها استفادة كبيرة واهلتنا بحيث ان نكون مدافعنا من مملكة البحرين في الامور التراتيجية والدفاع المصالح العليا من مملكة البحرين امانة المحاضرين كانوا على المستوى الراقي الموادنة التي طرحت كانت مفيدة جدا واضافت لنا شيء كثير من المهم ايصال صوت المواطنين صوت الشعب الى الخارج واراءهم ايضا تصحيح بعض المفاهيم التي قد تتخذها بعض المنظمات او غيرها هذه العاتق او الدور يقع على اعضاء مجلس النواب ممثلين الشعب فمثل هذه الدورات تسقل مهاراتهم تعطيهم افضل الطرق لممارسة الدبلوماسية الدولية وايصال صوت البحرين وانجازات البحرين وثقافة البحرين ايضا طبعا هذه الدورة الدبلوماسية البرلمانية طبعا اضافت الكثير لنا ومثل هذه الدورة طبعا تضيف الى النائب في عمله التشريعي ومثل هذه الدورات الاحترافية نحن ننصح جميع اصحاب السعادة بالمشاركة سواء ان كانوا في الدورات الدبلوماسية او اي دورات تضيف الى العمل التشريعي للتطوير والمساهمة في المشروع اصلاح الجلالة الملك من فترة الماضية كنا من خرطين مع اكاديمية سمو الشيخ محمد مبارك الدراسات الدبلوماسية في برنامج الدبلوماسية البرلمانية هذا البرنامج اضاف الكثير لنا كنواب خصوصا على المستوى الخارجي لنتناغم مع سياسة مملكة البحرين الخارجية من الجيد ومن المطلوب طبعا ان يكون مجلس النواب واعضاء يتناغمون يتوافقون في طرحهم مع سياسة الدولة وهذا ما يتمل عن طريق اكتساب الخبرات في هذا البرنامج واللي ميز هذا البرنامج ان نقدم لنا عصارة من كافة الخبراء اللي عملوا في الدبلوماسية البحرينية على مر السنين قدموه لنا كنواب فهذا نستفيد منه نستفيد منه على المستوى الخارجي وحتى في المستوى الداخلي في التعامل مع السفارات تعاون بناء بين السلطة التشريعية واكاديمية محمد بن مبارك للدبلوماسية اثمر عنه تخريج هذه النسخة الاولى من البرنامج بكفاءة عالية واحترافية متميزة ابدتها الكوادر التعليمية والمشاركون من السلطة التشريعية مما حقق التناغم المنشود والتطور المرجو لكافة المشاركين برنامج اكاديمي مهم جدا برنامج دبلوما الدبلوماسية النيابية الذي جاء في نسخته الاولى لتعسين وتطوير العمل النيابي من الناحية الدبلوماسية اضافة الى تعزيز دور المجلس في تحقيق اهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين يحيى العمري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر